اهلا بحضراتكم الجديد متواصلين معاكم وهذا البس الاستثنائي من العاصمة القطرية الدوحى وارض المنديال طبعا احنا بنتكلم في شكل استثنائي بقول لحضراتكم لانه في ظل الظرف الطبي والظرف الاحترازي يمكن لو الناس شفونا قاعد انا والمهان تساعد وفيه بيننا مساحة تباعد اهلا بالمترة تبقى فيه مشكلة كبيرة لكن علشان الاهل وعلشان البطولة خلينا نستحمل وعلى ذكر كاس العالم للانديا والكورونا كورونا اصدت باعتبارها خبير تسويق بقى كبير وراسد قيمة البطولة في الدورات السابقة لا دي اصدرت جدا دا كواس ان البطولة حد اتلعت اها احنا بخلاف بطولات كتير على مستوى العالم اتلعت اتلعت اه لكن اه كورونا اولا اه جواز البطولة كانت 29 مليون دولار على الادوار المختلفة كان كل فرقة وصلت حتى وصلها حوالي 22 مص مليون دولار بداية للاستعداد وحوافز اخرى ما بين ما يقدمه الرعاة وما بين جواز البطولة الفائز بالبطولة كان حيخص 6 مليون دولار زائد 4 مليون دولار حوافز جانبية من الرعاة الكلام دا كله نزل بنسبة 45% ليه بقى لان طبعا حاجتين حصلوا كورونا اثرت على التواجد الجماهيري زي ما قالوكم الاستاذ ابراهيم يمكن 25% ساعة كل استاد او 30% مجسم اذا اقتضت الظروف يعني 65% نزلت نسبة المشاهدة في الملعب ودي مبلغ كبير جدا مع توالي المباريات تذكرة المباريات في كاس العالم ما هيش بخيصة بالاضافة الى برضو الاعتذار بتاع اوكلند سيتي عشان الكورونا وعشان تأكدوا انه مش هيستعدوا استعداد جيد افقدت البطولة عدد معين من المتابعة المهمة جدا قرى تقريبا بحالها خرجت من السوق فخرجت من السوق حتى في عوائد البس يعني مش هتاخد وكل حاجة بما يعني بما تمثلوا من ثقل تسويقي كبير جدا فلا كورونا اصارت طبعا زي طبعا ديك شايف يعني بيبقى في حقوق للفرقة المشاركة متنظمة جدا ومحكومة جدا وفي اماكن محددة جدا بيقدر كل فرقة اوضة ما تخرجش براها بملهاش دعا بالكورونا دي دي فيما تعلق بالمؤتمرات بتاعتها والحقوق والرعاة بتوحي والرعاة بتوع الفيفا بقى والجهات والدولة المنظمة يعني الحقوق متشابكة جدا فطبعا طبعا حرص قطر على استضافة البطولة السنة دي قبل سنة من استضافة كأس العالم كان انها بتدخلك زي ما انت قلت انت شفت ارضية الملعب ممتازة جدا وشفت ودي بايه نالاته ساعب على اداء مباراة طيبة من الفريين وخصوصا النادي الاهلي اللي يعني كان يعاني من ملعب المشوار الافريقي من الناحة الفنية يعني